بسم الله الرحمن الرحيم. بدي تنيل للموضوع التاني. الموضوعات الهمة. اللي هي ازاي بنجيل الخطر بالنسبة للإدارة المالية الدولية. الاخطار اللي هي خاصة بالتمويل الدولي بتتقسم الى نوعين من الاخطار. اخطار مرتبطة بالعملات وسعر الصرف واخطار سياسية. لو جنا الاخطار اللي هي مرتبطة بسعر الصرف هللاقي انها تنقسم الى ثلاثة انواع. النوع الاولاني اللي هي اخطار اللي بتتعرض لها المعاملات. ان اي دولة بتلجأ الى تحويل العملة من الداخل للخارج او من الخارج للداخل. فبالتالي اي تغير بيحصل في سعر الصرف قد يكون سبب لحدوث خسائر او قد يكون سبب لحدوث ارباح. وبالذات لما بتكون تدفقات النائدية قصيرة الاجل. من لا انها اكثر تعرض للاخطار بحكم الطبيعة. النوع التاني من الاخطار اللي هي تعرض التحويلات للاخطار. التحويلات هنا مقصود بيها ان اي شركة بيبقى في الميزانية بتاعتها بيبقى فيه قروض وفيه مخزون وفيه اسهم. البنوت دي موجودة في الميزانية ومثبتة في الدفاتر بقيم معينة. وبالتالي اي تغير في سعر الصرف بيقدي الى ان القيم هذه البنوت سواء كانت في صورة اصول او خصوم بيأثر على الارباح وممكن يسبب خسائر للشرك. لانها لما تسجلت في الدفاتر سجلت على اساس سعر الصرف معين. في اي تغيير بيحصل في سعر الصرف بيأثر على ارباح الشركة. النوع التالت من الاخطار اللي هي مرتبطة بسعر الصرف اللي هي منسمية الاخطار الاقتصادية. الاخطار الاقتصادية دي بترتبط بالتضفق النقضي طويل الاجل. لبعض الشركات اللي هي تبطر تشتري سلع خدمات من الخارج. وتبيحها في السوق الدولية الاجنبية. عملية التبادل. عملية التبادل بين العملات الوطنية والاجنبية. في زل تغيرات اللي بتحصل في سعر الصرف على المدى الطويل وبشكل مستمر. ده معناه ان التضفقات النقضية هيحصل بالذات الوطنية. هيحصل فيها ايضا. النوع اللي التاني من الاخطار اللي هي بنسميها الاخطار السياسية. الاخطار السياسية باختصار هي مجموعة العوامل اللي بتأثر على ارباح الشركة وبتحرمها منها تحقق اهدافها. وفي العوامل دي في الغالب بتبع عوامل بيئية. بيبقى يصعب توقحها. ويصعب السيطرة عليها. ويصعب التحكم فيها. طيب. دينا بعد كده قلنا ان الخطر السياسي ده ممكن نقسمه الى نوعين من الاخطار. خطر سياسي كلي وخطر سياسي جزء. الخطر السياسي كلي زي ما واضح من الازم. ده بيأثر على كل الشركات. وكل القطاعات. شو كانت القطاعات هنا اقتصادية. واو القطاعات زراعية او سياحية. وبيأثر على الشركات سواء كانت الشركات صغيرة او الشركات كبيرة. وبيبقى التأثير شامل على الجميع. وطبعا من دمن هذه الاخطار الكلية. زي التحول من النزام الديمقراطي الى نزام ديكتاتوري وهكذا. النوع التاني. من الاخطار السياسية اللي هو الخطر السياسي الجزئي. واضح برضو هنا من الازم ان ده خطر سياسي ما بيأثرش على كل القطاعات. ما بيأثرش على كل الشركات. ولكن بيأثر على قطاع معين. آآ زي مثلا لما تيجي الدولة تفرض قيود جمركية او ترفع الضرايب على انشطة معينة دون انشطة اخرى. آآ بالتالي آآ او في منطقة معينة غير منطقة في منطقة جغرافية اخرى. ده بنسميه الخطر السياسي الجزئي. ده للموضوع التاني اللي هو مصادر الخطر السياسية. مصادر الاخطار السياسية في الغارب. الاخطار السياسية دي بيلاقي انها بترجع لتغيير سياسي في الفكر. بالنسبة من الناس اللي بتحكم او الشركات. فانا عندي انا لما بيحصل تغيير في الحب. بالذات الانقلابات. او تحصل تغيير في المناخ. او يحصل تغييرات في الاحزاب اللي هي آآ موجودة على سطح المجتمع. او منظمات السياسية. الجهات دي لما بيحصل تغيير في الفكر عندها. فدي بتأثر تأثير كبير جدا في المجتمع. وفي نفس الوقت بتبعت برسالة واضحة للشركات الاجنبية. ان فيه اختلاف الوضع حصل. آآ والعكس يعني ممكن تبص تلاقي ان في بعض الاحيان الحكومة بتتبنى انها تشجع شركات اجنبية. وتديها حوافز بصورة ملفتة للنظر. وتفضلها عن الشركات المحلية. فده ببقى ليه طبعا اكيد رد فعل سلبي من قبل المجتمع. آآ عندي بعد كده التنبؤ بالاخطار السياسية. طبعا الاخطار السياسية نظرا آآ للضرر السلبي اللي بتسببه للشركات متعدات الجنسيات. يلزم في هذه الحالة ان هي تحاول تعمل تنبؤ بهذه الاخطار. وهناك فيه آآ دراسات كتيرة الحقيقة عملت واستخدمت معشرات اقتصادية. معشرات اجتماعية. معشرات سياسية. وكلها كانت بتركز على النظام السياسي. والسلع المزمع انتاجها. ومن خلال هذه المؤشرات آآ قدر يوصلوا الى آآ نمازج للتنبؤ بالاخطار السياسية. بهيس الشركة متعددة الجنسيات. لما بتروح اي دولة بتبقى عندها خلفية عن الاخطار السياسية اللي هي ممكن تواجهها. ده كان ملخص سريع لمحاضرة مرتبطة بالاخطار في الشركات. اللي هي آآ في الادارة المالية للشركات. طبعا اللي هي شركات المتعددة الجنسيات.